التقى رئيس حلف قبائل حضر موت ورئيس مؤتمر حضر موت الجامع الشيخ عمر بن حبريش العلي بيهضبة حضر موت جمع من قيادات حركة كفا وأعرب قيادات الحركة عن تأيدهم ومصندتهم لحلف قبائل حضر موت ما تبناها من مطالب حقوقية مشروع لحضر موت وأهلها وأكد استعدادهم التام للتنسيق والمشاركة فأي جهد يخدم أهداف حضر موت ويحفظ كرامة أهلها ومن جانبه أكد بن حبريش بأن حضر موت ومطالبها المعلنة من حلف قبائل حضر موت تطلب آلية تنفيذية وهي غير قابلة للتسويف أو التنازل عنها مشيدا بكل المواقفة الداعمة لحضر موت ومساندة خطوات انتزاع حقوقها وتحقيق كافة تطلعتها واستحقاقاتها المنشودة اشتركوا في القناة